لم يعد أمام المرتزقة إلا باب واحد هو باب الخروج من ليبيا للمرة الثانية خلال أيام تعيد وزيرة الخارجية الليبية الدعوة نفسها وتطالب بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وذلك بهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة تصريحات أدلت بها المنقوش خلال زيارتها للجنوب الليبي على الحدود مع النيجر حيث أكدت ضرورة بدء العمل فوراً مع المجتمع الدولي من خلال خطة زمانية ستضعها لجنة 5 زائد 5 لضمان الوصول لتلك الانتخابات زيارة المنقوش للجنوب كان لها هدف آخر وهو إيصال رسالة لأوروبا بأن ليبيا لن تعمل كحرس لحدود الدول الأوروبية وأن على أوروبا أن تلتزم باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها خصوصاً وأن لدى ليبيا أرصيدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود ومكافحة التهريب والإتجار بالبشر والمرتزقة بحسب المنقوش تصريحات وزيرة الخارجية المتكررة عن الميليشيات والمرتزقة لم تمر مرور الكرام حيث باتت تتعرض لحملات تشويه متواصلة من قيادات ميليشيات طرابلوس وصلت قبل أيام إلى حد هجوم عدد من العناصر المسلحة على مقر اجتماعات المجلس الرئاسي في فندق بالعاصمة وتطويق محيطه بعشرات العربات العسكرية للضغط عليها من أجل الاستقالة من منصبها أو التراجع عن مواقفها المنادية بخروج المرتزقة